السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نتحدث عن 3.7 اللي هي يعني الشابتر الثالث اللي فقرة السابعة اللي هي الدابلينج أوف كونسونتس احنا راح نتحدث اليوم على موضوع المضاعفة شلون نضاعف الحرف في بعض الكلمات هي القاعدة بشكل عام تقول اذا كانت الكلمة منتهي بحرف صحيح وقبلها حرف علة نكرر حرف الأخير ونضيف ing او نضيف ايدي مثل ما تشوف par harang stop وإلى آخر المعلومة هذي بشكل عام اذا راح عيده بس راح عيد الفقرة انا عندي كلمة هاي الكلمة منتهي بحرف صحيح وقبلها علة مثلا عندنا bar الار صحيح والاي علة لذلك راح نكرر الحرف الأخير ونضيف ing هاي معلومة يعني منعرفها كلتنا مثلا swimming مكررة stopping مثلا stopped وإلى visit مو visit عفوا travel travel مثلا اي travel ايضا منضاعف ولكن اكو حالات اخرى من ضعف بيها اللي هما مثلا عندك هاي الكلمات enter وعدنا كلمة visit يزور عدنا كلمة cover بشكل عام عدنا كلمة يعني اكو بعض الحالات اللي ما نضاعف بيهم اللي هما تشجد يكون بيهم على المقطع الأول وهاي معلومة حلوة خاف عندك ارباك يصر عندك خربطة بينك وبين البقية فعندي إلك معلومة كلش حلوة راح تساعدك وراح تفهمك المادة اللي هي يعني دائما من يشوف الكلمة منتهية ب-er أو منتهية ب-en أو منتهية بعض الحالات الأخرى راح تقول يعني حالات أخرى يعني كلمات خاصة راح منضعف بيها الحالة منضعف بيها بال-ing أو ال-ed يعني مثلا عندنا cover يغطي visit discover عندنا happen هوي عندنا كلمات تنتهي ب-er ما راح نضاعف بيهم زين يعني فأحفظ هذه الكلمات راح أعيدن عليك مرة ثالثة visit cover discover happened زين يعني ذني ما راح نكرر من عندهن وما راح نكرر بهين الفعل الأخير الحرف الأخير بهذا الفعل بس راح نضيف ing راح نضيف ed بدون أي تكرار شوف هنا عندنا يعني هاي الحالة أيضا هنا نكرر شوف راح نكرر هنا هنا أكو تكرار إذن هاي الكلمات أحفظها ذني بهين تكرار هي ترى هي حفظ وفهم هم أنت أحفظ زين يعني أكو معلومة أخرى أن اللهجة الأمريكية واللهجة البريطانية دائما باللهجة الأمريكية ما يكررون باللهجة البريطانية يكررون إذن أكو بعض الكلمات من ضمنها travel من ضمنها مثلا bargram worship ذني الكلمات أحفظ هذه الكلمات أحفظها هاي حسب اللهجة إذا أمريكية ما نضعف إذا بريطانية راح نضعف فهذه ملاحظة مهمة زين يعني هذا بالنسبة لموضوع مضاعفة الحرف الصحيح في نهاية الكلمة هذا يجيك بالامتحانات مثلا يعني بالامتحان يطيك فعل ويقل لك ضيف له مثلا زين يعني يجيب لك فراغ اختيار حسبي يعني مرات فيديو من اليوم الأستاذ جاء بنا أحد الأفعال من هذه وقال اذكرها بخمس حالات اذكرها بخمس حالات يعني هو بعض عندك ثلاثة أفعال أربعة قال لك اذكرها بخمس صيغ مالته فأنت لازم تعرف يعني تكتب قدامه ثنيا قدامه تكتب لهجة بريطانية ولهجة أمريكية حتى تعرف بأنه هذا الموضوع فكرته أنه شلون نضيف نضعف حرف الأل أو الحرف اللي موجود هو حسب الكلمة أتمنى تشتركون بالقناة وأيضا ترسلون هذه الفيديوهات لجمعاتكم اللي موجودة بالجامعات وإن شاء الله يا رب تستفادوا المعدة وإحنا مستمرين بتقديم الدروس أكثر وأكثر بس لا تنسون تعليقكم ومشاركتكم الجميلة